كاس العالم لليد تخد عندك بقى كاس العالم لليد الحفل اللي موجود فيه الحفل بتاعه تم دعوة تخد عندك عشان دي كواليس مهمة جدا نعمل لايك نعمل لايك واسمع الكلام اللي جاي لانه مهم جدا 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 كواليس محدش يعافها لانتا على الهيصة والزنباليطة اللي معمولة بتاعت كاس العالم لليد والحفل اللي تم دعوة الكابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي وما تمش دعوة حسين لبيب فالناس بتتكلموا بتقول يعني مال الخطيب ده الراجل كان لعيبكوا ماله مال الهندبول مال حسن حمدي بالقصة وازاي هو النادي الاهلي مشارك ولا مش مشارك ازاي طب نادي الزمالك اللي مشارك اللي مشارك الرئيس بتاعه لا تتم دعوته يعني على حسين لبيب الرئيس اللجنة يعني مش رئيس ماجلس الاضارة وده نهاية جاوهايسة فين في الحتة دهت خد عندك كلوس خد عندك كلوس من الكواليس اللي حصلت عشان برضو يبقى عندكم الفيدباك او عندك الرؤية لايه ايه اللي بيتم ايه اللي بيحصل ليه بتاعه مش عاف ايه حاجة غريبة علامة استفهان عايزة اجابة او علامة تعجب جنب علامة استفهان فعايزة اجابة عيون خد عندك فهوه بيسلم عليه واضح ان فيه توطر في العلاقة واضح ان حسين لبيب لا يلقى رضا حسن مصطفى هتقول لي بقى كان حبيبه وكان معينه مدير لبطولة كاس العالم للهندبول هنا في مصر كل ده كان 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 فهوه بيسلم عليه قال له هو انت جاي تسلم علي ولا جاي تحكيلي مشاكلك بعد كان بيتكلم ويقول له لو كان محتاج حسن مصطفى انه يتوسط له انه يلقى الدعم في ترشوحه لرئاسة نجلس ادارة نادي الزمالك قبل موضوع فاتح باب الترشيح دوت باسبوعين وحسن مصطفى ايه خلع منه ده كلام بيتم تدوله انما الواقعة زي ما انا بقول لك كده قال له انت جاي تسلم علي ولا جاي تحكيلي مشاكلك فخلص شكرا دعم مفيش دعم ايه مفيش فيما يخص بقى انه كرئيس التحدي اللي يدعو مين وما يدعوش مين بالتأكيد يعني بالتأكيد يعني ان الناس اللي بيتم دعواتها في الافنتات العالمية دي كل واحد له بيبقى له حيثية فانت بتتكلم مثلا على نجم كرة يحضر انا مش شايف ان فيها مشكلة طب ما فيه لعيب التنس بيحضره مبارات لكاس عالي او لعيبة كرة بيتفرجوا على نهائيات في التنس يعني بطولة مدريد ديت كنت بشوف راموس قاعد وكنت بشوف اللعيبة بتوعية المدريد واللعيبة بتوعب برشلونة وكل واحد ومراته وبتاع عادين بيتفرجوا مثلا على دياكوفيتش مع نادال في السيمي فاينال او في الفاينال عادي يعني فالافنتات العالمية الشخصيات العالمية تروح لها واعتقد ان محمود الخطيب من الشخصيات دي اعتقد يعني اعتقد ان الشخصية يعني الناس عرفاها يعني لوش دعوا بقى نلعب كرة لو بلعبوش كرة مش ملاقاش علاقة يعني ده ده مخيالتي انا الايه الشخصية انما هو النهاردة اللي حصل ايه بقى اللي حصل ان في قصة كده تعملت ملهاش اي تلاتين لازمة اللي هي ايه ان لعيبة نادزة مالك ما تروحش الاحتفالية تضامنا مع مين مع حسين لبيب ان ما تمتش ايه دعوته ماشي انا فاهم كويس ان الامور ديت بتاكل مع الجمهور عارف كده كويس بس في الاخر اللعيبة مالهمش علاقة بالامور التنظيمية دي وكان لابد من حسين لبيب او اي حد مسؤول من المسؤولين في اللجنة الموجودة الحالية اقول لهم انتو مالكوش علاقة تحاد دولي بعت لحسين لبيب ما بعتش لحسين لبيب انت مالكش علاقة كلعيب انت دورة لعيب عندك افتتاح بتمثل فيه النادي بتاعك يبقى لازم تبقى موجود المواقف اللي بتتاخد دي مش بتاعتك دي بتاعتنا احنا كقدارة او اعلام او جمهور فهمين انما لعيبوا الكورة وفرقة الكورة وجهاز فرقة اليد ولعبت اليد وجهاز اليد مالهمش علاقة بانهم ياخدوا القرار ان عشان الاتحاد الدولي ده على الخطيب ومدعاش لبيب يبقى مش رايحين عشان ده الرئيس بتاعنا انت كده اتدخلت في الامور التنظيمية معنى كده لو هنمشي على النسق ده او هنمشي على المبدأ ده يبقى انت لازم تتدخل كمان في بقية الدعوات ومنتخم اسبانيا يعمل نفس الكلام او برشلونة يعملوا نفس الكلام مصر تاعت برشلونة اي فرقة بقى المفروض يشوفوا كده يبعتوا لهم الاول قايمة المدعوين ترى التحاد دولي عشان الفرقة تقرر هتحضر الافتتاح ولا مؤتردين ولا والله ما سوء ده ما يجيش انا يعني طبعا يعني برضو مستعجب ومستغرب بس انا عوتلك الكواليس ايه يعني المفروض كان يتم دعوة حسين لبيب ده بالتأكيد ضد الموقف ده برضو بالتأكيد بالتأكيد يعني بالتأكيد ضد الموقف بالتأكيد مش ضد دعوة الخطيب وحسن حمدي انما ضد يدعو ليدعوه كابتن خطيب بقيمة كبيرة وكابتن حسن حمدي قيمة كبيرة انما كان لابد من ان رئيس اللجنة المكلفة من فرقة موجودة لازم تتم دعوته يعني ده الحق بحق ربنا ملناش علاقة انا مليش علاقة بيدعي مين او ميدعيش مين مش قصتنا مش موضوعنا تحد دولي يقول له مطلق الحرية في البروتوكول بتاع ان شاء الله يدعو بليه يدعو اي حد انما هي قصة ان ازاي ما تدعوش رئيس نادي او رئيس لجنة مكلفة او حد من اعضاء اللجنة المكلفة اللي النادي بتاعها بيشترك عندك في البطولة ازاي يعني ازاي ما تدعوش لا لازم تدعو ده هو الكلام انما كلعيبة انت مليكش دعوة تروح او ما تروح مش قصتك انت بتجامل بقى الراجل وبتاع وهاند بول وكلام ده كل القصص دي الحوادث دي ما انا ما بحبهاش ولا بعترفش ايه بيها صفقات الجديدة طبعا في الغالب هتتم عارضها في من نادي الزمالك بعد لو ما تحلتش القصة بتاعة القيد خميس الجاي هيبقى بالحكم النهائي في قضية وقف القيد في نادي الزمالك مش عارز اطول على حراكم اكتب من كده النهار ده واخد خمس زيادة او ان شاء الله بكر بمشيئة الله تعالى نلتقي على كل خير وصحة وسلام سلام الله عليكم